النوع الثاني من أنواع الكابستنس called the coaxial capacitor or sometimes called cylindrical capacitor أو الاسم الدارج أكثر وهو الكواكسي الكابل من نسمي لهذا النوع من أنواع الكابستنس من اسمه هو عبارة عن two cylinders inside each other استوانتين جوا بعض ليش لازم استوانتين مش استوانة واحدة عشان يكون كابستر لازم يكون أول شيء two conductor بينتهم مادة عازلة فهي السلك الأولاني الداخلي هذا عبارة عن conductor مواصفاته sigma c في الغالب epsilon node زي ما حكينا لأنه الابسلون R للكندكتر 0.999 تقريبا واحد والسلك الخارجي الذي يسمى كبسيطة هاي السلك الخارجي هذا كمان عبارة عن conductor خصائصه نفس خصائص سلك الداخلي sigma c epsilon node في الغالب سلك الداخلي بكون مصنوع من نحاس السلك الخارجي من ألمنيوم أو شرائح الألمنيوم اثنين موصليتهم عالي جدا المادة بين هذه المادة هذه المادة تكون دايلكتريك خصائصها sigma d و epsilon r أكبر من واحد المادة العازلة لها certain relative طيب بنسؤل هذا النوع من أنواع الكابستنس بنا نحاول نشتق قانون الكابستنس لهذا النوع الكابستنس بيكون السلك الداخلي نس قطره a السلك الخارجي نس قطره b السماكة هاي مش مهمة هلا حاليا ليش مش مهمة حاليا لأنه حكينا الالكتريك فيلد جوا الكوندكتر سفر فالالكتريك فيلد من سفر لأي سفر والالكتريك فيلد من بي لهاي السماكة اللي هي بي بلاس دي كمان ما في الالكتريك فيلد لأنه جود كوندكتر فالالكتريك فيلد راح يكون موجود في المنطقة ال between the two conductors واتجاه الالكتريك فيلد حسب الشحنة وين تفرضها هلا هاي المسألة نحلها باستخدام عشان حكينا القاوس والقاوس حكينا لازم تفرض شحنة موجبة وتفرض شحنة سالبة هلا لك الخيار وين تفرض الموجب والسالب ممكن تفرض الموجب على الداخلي والسالب على الخارجي او العكس لكن من ناحية براكتكال بكون السلك الداخلي هو اللي بيحمل الموجب والسلك الخارجي هو اللي بيحمل الشحنة السالبة السالبة السببين السبب الاول لانه هذا السلك في النهاية بده يتوصل بالسبلاي الموجب مع الموجب والسلك السالب مع فأفضل من ناحية التوصيل انه يكون السلك الخارجي هو اللي يتصل في فمن ناحية يفضل انه يكون السالب برا السهل توصيله مع والموجب يكون جوه لانه الموجب هو اللي يحمل الاشارة وحماية للسيجنال حماية للداتا يفضل انه يكون الموجب محمي بطبقة من الدايلكتريك بعدها طبقة من كوندكتر اخر بعدها يأتي طبقة بلاستيك شيلدينج حوالين السيليك كل اياته لكن من ناحية عشان تشتاق قيمة ما تفرقين فرط الموجب والسالب طيب بناء على هذا الفرط فالشحنات الموجب الجوه ستطلع الالكتريك فيل الالكتريك فيلد اتجاهه من الموجب السالب الالكتريك فيلد سيتحرك بهذا الشكل من الانر كوندكتر باتجاه الاوتر كوندكتر واذا دققت الالكتريك فيلد سيكون طالع من السلك الداخلي باتجاه السلك الخارجي بهذا الشكل هذه الالكتريك فيلد معناته عشان توجد الالكتريك فيلد قانون قاوس قانون قاوس بحكي قانون قاوس امترى امترى الموجب الموجب التقريب التقريب يجب فمن ان تأخفي هذا الموجب بس عارف اتجاهه. طالع من محور الاصطواني. واي شيء طالع من محور الاصطواني بده يكون باتجاه الرو دايروكشن. دوت دي اس. بدك تعمل القاوسين سيرفس. القاوسين سيرفس بدك تاخده حوالي هاد السلك. هاي القاوسين سيرفس. والعامودي على قاوسين سيرفس كمان راح يكون اي رو. مع انت راح تكون هاي رو. دي فاي. دي زد. باتجاه الرو. دبل الانتجرال. تكامل الفاي. مدام عندك مقطع كامل. فهو من سفر لتوباي. وطول السلك. دعنا نعتبر ان هذا السلك طوله. فتكامل الزيد. راح يكون من سفر لال. اذا اشتغلت هذا التكامل. كيو. طبعا هذا الشيء شفنا زيه بشابتر اربعة. وبدلنا كيو بتكامل رو ال دي ال. زي ما اتفقنا في هذا السكشن. مش راح نغير قيمة كيو. نخليها دعا من الكيو. فكيو ايكول ابسلون كونستانت. اي رو كونستانت. اي رو دوت اي رو بتروح. الرو كونستانت. تكامل دي فاي من سفر لتوباي اللي هي تو باي. تكامل الزيد اللي هو ال. فرح تحصل على الالكتريك فيل ايكول كيو. على اثنين باي. ابسلون رو ال. هاي قيمة ال اي. وديركشن لها باتجاه الرو. فهاي قيمة الالكتريك فيل. اي تو تذكر بشابتر اربعة. حصلت على الالكتريك فيل ايكول رو ال على اثنين باي ابسلون نود رو. انه كنا وقتا نحكي عن الفري سبيس باتجاه الرو. هلا هذا القانون هو نفس هذا القانون. الفرق انه محل رو ال. حطنا محلها كيو على ال. لانه كيو تساوي رو الفي ال. فمحل كيو على ال هاي هي نفس الرو ال اللي هون. فبتصير هذا القانون هو نفس هذا القانون. يعني. بعد ما اوجدنا. تكون متذكر لبروسيدجر. حكينا اول شي. الخطوة الثانية. فرضنا. شحن الموجب. الشحن السالبي. الخطوة الثالثة. اوجد. هاي هنا اوجدنا. الخطوة الرابعة هلا. لان البوتنشيل فقط قاعد بتغير في اتجاه الرو. التكامل حكينا. دائما من اللور بوتنشيل. اللي هي رو ايكول بي. اللور بوتنشيل. مكان ما فرطت الشحن السالبي. الى الهير بوتنشيل. رو ايكول اي. مكان الشحن الموجب. نفذ التكامل. اي رو ديت اي رو واحد. كيو عتو باي ابسلون ال. كله كونسنت برا التكامل. بضل معاك تكامل دي رو على رو اللي هي لن الرو. ففي ايكول. مانس كيو اوفر تو باي ابسلون ال. في لن الرو. يعني لن ال اي. ناقص لن البي. لن ناقص لن اللي هي قسمة. فبتصير لن ال اي على بي. او بتقلبها لن البي على اي. وبتشيل اشارة السالب اللي هون. هيك بتكون اوجد قيمة البوتنشيل. طيب بعد موجود البوتنشيل. ممكن توجد الكباستنس. سي تساوي كيو على في. وقيمة الكباستنس. بس تشيل قيمة الكيو اللي هاي. اه اه واقلب للفوترج. بتصير تو باي ابسلون ال. على لن البي على اي. والوحدة هاي راح تكون فاراد. هاذ بالنسبة لقانون. الكباستنس. وفي كثير ملاحيان بطلب منك الكباستنس بير يونت لينك. اقسم الطرفين على ال. بتصير تو باي ابسلون على لن البي على اي. وبتصير الوحدة هون فاراد لكل متر. ماشي. لانه في كثير ملاحيان بيكون طول السيلك مش معروف. او بيكون السيلك طول انفينيتي. ومش راح تقدر تقدر توجد كباستنس لسيلك طول انفينيتي لانه راح يطلع معك انفينيتي. فعندها منطلب كباستنس بير يونت لينك. فالوحدة راح تصير فاراد بير متر بداي الفاراد. فرجاء نركز عند هذا النوع من المسائل. اه عند ايجاد قيمة الكباستنس. بدك تعود حالك شغلتين. الشغل الاولى انك تحفظ الجواب النهائي. والشغل التاني انك تكون عارف كيف تطبق القاوسي بروسيجر. ليش؟ لانه على حسب طبيعة المسائل. في حكينا انواع من المسائل. راح تكون. تطلب منك انك تستخدم القانون النهائي. واتعوض في القانون النهائي على حسب. الاستركشر الجديد اللي صار معانا. وراح نحل امثلة على هيك. نشوف متى راح ناخد فقط الجواب النهائي ونعوض فيه. وفي كثير من الاحيان انه تطلب تنفذ هاي البروسيجر مرة تاني باستخدام قاوس. ليش؟ لانه هذا الحل اللي صونا اليوم فقط لهوموجينيس ماتيريا. يعني اذا حكى لك في السؤال فايند ذا كابستنس فور اكو اكسي الكابل. اذا كانت دا الكترك ريجن. الها ابسلون ار. كانت نان هوموجينيس. ما راح يزوط القانون النهائي. ولا حتى بنفع تروع القانون النهائي. يتبدل ابسلون بالفنكشن. لانه هذا الفنكشن المفروض اثناء حلك. مريت في مراحل فيه تكاملات. فالمفروض يتكامل معك. فلازم تمر في هاي البروسيجر. عشانك انا لخصت لك البروسيجر كنقاط. فلازم تكون دائما متذكر هاي البروسيجر. انا حكيت لك الامور مش صعبة. الامور شوية طويلة. فلازم تمر في هاي البروسيجر لحتى تفاعل ذا كابستنس. تمام؟ طيب. اوجدنا قيمة الكابستنس. هلا. الامور شوية طويلة. الامور شوية طويلة. شكرا